استعرض وكيل الوزارة مدير تربية حضر موت جمال سالم عبدون خلال كلمته التوقيهية في ورشة العمل النوعية عن التوقيه التربوي وكيفية تفعيله والقيام بدوره الحقيقي في سير الدراسة بمدارس ومجمعات ورياض أطفال المديريات منوها لجملة من القضايا المهنية والموضوعات الحيوية والإشكالات الوظيفية التي تشغل الواقع التربوي والتعليمي في المحافظة في ظل ما نسعى إليه هذا العام من إنجازات نوعية في عام التوقيه التربوي الذي من خلاله نستطيع أن نغف على مدى ما وصلت إليه العملية الدراسية في حجرات الصف وقاعات المختبرات ومعامل الحاسوب وأكد الوكيل وعبدون على ضرورة أن يرتقي الجميع إلى مستوى ما شهدتهم دوليات المحافظة من تدخلات نوعية موجها بأهمية أن تنهض المناطق التوقيهية بدورها وبرسالتها في الإشراف على سير الدراسة والاستفادة من عام التوجيه في ترويع البرامج والخطط وتكثيف النزولات وإقامة الدورات وتبادل الخبرات بين كوادر العمل التربوي والتعليمي بالمدارس هذا وقد شهدت الورشة التي استهدفت ستماء من قيادات وكوادر العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات وقدمت خلالها أربع أوراق تخصصية